اشتركوا في القناة وأن العراق إلى العشرين سنة الماضية منذ عام 2003 منذ عام احتلاله لحد الآن يتبوأ المراكز الأدنى في كل قوائم الدنيا التي تشير إلى يعني الفساد أعلى ما يمكن خراب أعلى ما يمكن انتهاكات حقوق الإنسان أعلى ما يمكن الوضع التعليمي أسوأ ما يمكن كل هذه القوائم الفوضى الوضع الاقتصادي كل هذه القوائم التي صدرت من منظمات دولية من منظمات رصينة كلها تشير إلى العراق يعني دولة فاشلة بكل معنى الكلمة ومن بين هذا ما يسمى بمؤشر الرعاية الصحية لعام 2022 هذا مؤشر كل سنة يعني يخرج سنويا منظمة صحة العالمية به منظمات كبيرة تشارك به وهذا يقيس مدى تمتع الناس بالصحة وإمكانية الوصول إلى الخدمات الضرورية لإحفاظها صحة جيدة للشعوب ويضع هذا المؤشر معايير معينة مثلما كل المؤشرات تضع معايير معينة للقياس من هذه المعايير التي يضعها هذا المؤشر مؤشر الرعاية الصحية لهذا السنة اللي صدر قبل فترة قبل أيام من هذه المعايير يقيس النتائج الصحية في الشعب الأنظمة الصحية شكل هذه الأنظمة الأمراض عوامل الخطر التي تهدد الشعب معدلات الوفيات إلى جانب مهارات طبعا الإطار الطبي مدى كفاءة الإطار الطبي مدى كفاءة التجهيزات المتوفرة الاستخدام الطرق الحديثة في التشخيص والعلاج المتبعة توفر الأدوية ومنها الأدوية الجديدة الاستعدادات الحكومية والاهتمام الحكومي والتخصصات الحكومية للقطاع الصحي البنية التحتية للرعاية الصحية العوامل البيئية التكلفة التكلفة للعلاج للمواطن هذه كلها جزء من العوامل أو المعايير التي يضعها هذا المؤشر الرعاية الصحية وعلى أساسها يقيس وعندما تنظر إلى قائمة ستجد العراق من بين الدول الخمسة الأكثر سوءا في الرعاية الصحية بالعالم مع الأسف الشديد من بين كل دول العالم أكثر خمس دول في العالم سوءا هو طبعا بين الدول العربية آخر الدول العربية مع كل أمواله وكل قدراته مع أن العراق كان مشهود له بالرعاية الصحية مشهود له بقدراته الصحية بأطباءه بكوادره الناس كانت تتأتي للعراق لتتعالج لكن الآن هو من بين أكثر دول العالم أكثر خمس دول العالم سوءا في الرعاية الصحية لاحظوا هذا الذي الذي جاء به الاحتلال وجاءت به حكومات متتابعة التي تقول أنها جاءت من أجل المظلومية من أجل الإنسان ومن أجل الديمقراطية هذه الكذبة الكبيرة هذه الميليشيات التي تتعكم العراق تحدث بالدستور والمدد الدستورية والقرارات والقانون كذبة كبيرة جدا جدا وتفضح هذه القوان يعني مثل ما يضعون مثلا أفضل الأنظمة الصحية في العالم وأسوأها هم يوضعون في هذه القائمة مثلا يعني أفضل الدول لعام 22 صحيا بالرعاية الصحية تايوان كوريا الجنوبية اليابان فرنسا الدنيمارك اسبانيا تايلند النرويج النمسا يعني دول قسم منها لا تفعلوا شيئا ولا تملك شيئا لا بتاريخها ولا بعطاها لكنها متفوقة في خدمة شعبها وتأمين الرعاية الصحية لأوناسا مع الأسف الشديد والعراق في هذا الوضع السيء يعني مثلا الدولة الأولى التي حصلت هو من 100 درجة يا ضعون الدولة الأولى التي تايوان حصلت على 82 فارزة 72 بالمئة من النقاط يعني 82 نقطة فارزة 72 حوال 83 بالمئة من أصل مئة نقطة وماذا حصل العراق العراق حصل على 44 نقطة فارزة 59 يعني حوالي 45 نقطة آخر الدول العربية ومن بين أكثر خمس دول سوءا في الخدمات الصحية هم يضعون مؤشر يقولون يعني القل درجة هي 39 39 نقطة العراق عنده 44 59 45 يعني يزيد بست نقاط عن أسوأ شيء الخطة الأسود من بين لذلك نقول من بين الخمس دول الأكثر سوءا في النظام الصحي في عام 21 نفس القضية العراق حصل على المرتبة 177 من بين 195 دولة يعني من بين 20 دولة الأسوأ في العالم بتقديم الخدمات الصحية وهذا يعود إلى الفساد إلى الأهمال سلطرة الأحزاب والميليشيات على كل نقطة على الصح والمستشفيات والتجارة الأدوية مصيبة كبيرة في التجارة الأدوية هذه كل بأمر الميليشيات لا رقابة نوعية ولا نتاج الأدوية بعدما كنا ننتج كثير من الأدوية التي تحتاجها المواطن العراقي الآن غير متوفرة كثير من الأمراض غير متوفرة ومنها الأمراض السرطانية غير متوفرة الأدوية ومن توفرت بأسعار عالية كثير من العراقيين من يمتلكون الأموال يذهبون إلى الخارج للمعالجة أما من لا يذهب فمن يذهب إلى المستشفى العراقية والداخل إليها مفقود والخارج منها مولود لأنه سيذهب إلى العواق وبالتالي هذا وضع العراق هذا الوضع الصحي هذا وضع العراق في ظل الميليشيات في ظل الأحزاب التي تدعي إنها جاءت من أجل مظلومية الناس جاءت من أجل الديمقراطية من أجل عراق جديد هذا العراق الجديد هذا ليس له علاقة بسني وشيعي ونظام سابق ونظام جمهوري وملكي هذا ما لا علاقة يعني هم يحاولون أن يحولوا كل شيء يعني وقالوا لأنهم بعثيين لأنهم يحاولون كذبة كبيرة لأنهم ناشطين وريدون يعيدون ثورة تشريم للمقابلين على هذا الوضع فالتهموهم موجودة التهمة بعثيين خلاص وانتهى الموضوع هذا ما لا علاقة لبعثوا لبغر لبعثوا لهم حزون كان العراق على الأقل من تأسيس الدولة العراقية من عام 21 لغاية 23-23-80 سنة يطور نظام الصحي يطور مستشفياته خلال كل هذه السنوات مستشفى واحدة لم تبنوا عشرين سنة ما هي التخصصات لوزارة الصحة وزارة الصحة في فترة من فترات كانت مصلخ للقتل هذا الحال هو الذي أوصل العراق إلى هذا المستوى مع الأسف الشديد والعراق خارج كل قوائم التقييمات الدولية في التعليم في الصحة في البناء في الخدمات في السياسة في العمار في حقوق الإنسان في الاقتصاء في كل شيء أسوأ شيء العراق مع الأسف الشديد ومع ذلك هذه هي التجربة التي تعتز بها أمريكا والتي تدعمها وأمريكا عمرها لم تدعم نظاما أو بلدا وتساعدها على البناء وخدمة شعبه هذه كذبة كبيرة هذه الدولة استعمارية لماذا تفعل ذلك وماكن دولة استعمارية تفعل ذلك تسلبه كل حقوق وتسلبه كل ثرواته وهذا ما يحصل في العراق منذ عام 2003 لحد الآن وهذه القوى التي تحكم العراق هم النواطير لهذا المشروع من يحمون هذا المشروع الذي يدمر العراق ويدمر الإنسان العراقي وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة